أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في قناة روائع المطبخ سوف أشارك معكم في هذا الفيديو طريقة تحضير محكروناء أو باستا بالسوس الأحمر بدون لحم أو دجاج وجبة اقتصادية سهلة جداً مكوناتها بسيطة موجودة في كل بيت كما أنها تصلح لوجبة عشاء أو وجبة غداء خفيف تابعوا معي طريقة التحضير والتقديم أفتح النار على درجة حرارة متوصلة ثم أضيف 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وأتركه حتى يسخن بعد ذلك أقوم بإضافة 3 توم مهروس وأتركه حتى يتحمر قليلاً في الزيت طبعاً مع التحريك المستمر لكي لا يحترق التوم بعد أن صار التوم جاهزاً أضيف إليه 200 جرام من الفطر المغصول جيداً والمقطع إلى شرائح ثم أستمر في التحريك لمدة 5 دقائق ثم أضيف إليهم 1 ملعقة كبيرة من السوس الأحمر وأضيف إليهم 1 طماطم مخلوطة في الخلال ثم أحركهم قليلاً حتى يتجانسوا مع بعض أضيف 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و 2 ملاعق صغيرة من البحارات المشكلة ملاحظة مهمة بحارات المشكلة تحتوي على الملح لذلك لا أحتاج إضافة الملح إلى الطبق يمكنكم إضافة 1 ملعقة صغيرة من الملح أو على حسب الراب ثم أحركهم جيداً حتى يتجانسوا مع بعض أغضي المقلات وأتركها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة مع مراعاة التحريك المستمر بين فترة وأخرى بعد أن صار الصوس جاهزاً بهذا الشكل أضفئ النار ثم أزيل المقلات من على النار وأتركها جانباً سوف أنتقل الآن لكي أريكم طريقة سلق الماكرونة أو الباستا أفتح النار على درجة حرارة متوسطة ثم أضيف الماء المغلق تقريباً نصف الإنم بعد ذلك أضيف 1 ملعقة صغيرة من الملح ثم أضيف 7 حبات من الماكرونة أو الباستا ثم أتركها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تنضج تماماً بعد أن صارت الماكرونة أو الباستا جاهزة أضفئ النار ثم أصفيها في المسبات أفتح النار على درجة حرارة منخفضة ثم أضيف الماكرونة أو الباستا إلى السلسة وأحركهم جيداً حتى يتجانسوا مع بعض أضيف إليهم 1 ملعقة كبيرة من الكزبرة والبقدونس ثم أحركهم من جديد ثم أغلق المقلات وأتركها لمدة 5 دقائق مع مراعاة التحريك بين فترة وأخرى لكي تتشرب الماكرونة أو الباستا جميع النكحات بهذا الشكل أضفئ النار ثم أقدمها في سحون التقديم هذا بالنسبة للصحن الأول أقوم بتزيينه بأوراق البقدونس ثم أكرر نفس العملية مع الصحن الثاني الثانية النهائي أتمنى أن تنال إعجابكم لا تنسوا دعمي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يزلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو أراكم في فيديو قادم بإذن الله مع السلام